بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعد الإصلاحات التي قام بها حزب العدالة والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا منذ تكوينه لأول حكومة منتخبة عام 2002 الأبرز والأهم في تاريخ الجمهورية التركية والتي أدت إلى حدوث طفرة اقتصادية كبيرة انتظمت طول البلاد وعرضها ولكن تركيا منذ ذلك الحين وهي تتعرب لمؤامرات كبيرة تحاك في الداخل والخارج والرئيس رجب طيب أردغان وحكومته يدافعون ويقاومون ذلك سنتناول مع حضراتكم في هذه الدقائق تركيا بين حقائق الاقتصاد ومكائد وشراك السياسة ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ارتفع معدل النمو الاقتصادي من أقل من 1% ما قبل حقبة العدالة والتنمية إلى نسبة سنوية متوسطة بلغت 9% للأعوام ما قبل 2002 وزادت صادرات تركيا من 36 مليار دولار إلى 170 مليار دولار في عام 2020 والمتوقع للعام الجاري 2021 212 مليار دولار حيث ارتفعت الاستثمارات من 70 مليار ليرة إلى 1.4 رليون ليرة نهوض اقتصادي في ظل القطبية الأحدية وقد انعكس كل ذلك في رقي وتطور الحياة الاجتماعية في تركيا حيث ازدادت أعداد المدارس والجامعات واتسعت الخدمات الصحية والاجتماعية وامتدت شبكات الاتصالات والطرق البرية والسكك الحديدية والمترو كما اصبح الناقل الجوي الوطني اللي هو الخطوط الجوية التركية من افضل خطوط الطيران العالمية واكثرها التزاما بمعايير الامن والسلامة وازدادت اعداد المطارات في طول تركيا وعرضها وتبوأ مطار اسطنبول الجديد موقعا رائدا في صدارة المطارات العالمية وتميز باداء رائع خلال جائحة كورونا كما صارت اسطنبول نقطة التقاء للمسافرين عبر القارات تكمن المفارقة بين تركيا وغيرها من الدول هنا في ان الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ اواسط القرن الماضي لم تستفد من هامش المناورة الذي كانت تتيحه الثنائية القطبية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية في المضي قدما بالبلاد في طريق النهضة والحداثة رغم الالتزام الصارم للنظام الجمهوري بالعلمانية منهجا لإدارة البلاد في كل شؤونها والرغبة التي كانت سائدة في تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي على الجهة المقابلة جاء تولي حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في البلاد في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة نظام عالمي أحاد القطبية يسعى بكل ما لديه للاحتواء والهيمنة على أي بلد يسعى للنهوض على هدي إرادة وطنية خالصة ولكن الحزب تحت قيادة الرئيس أردوغان رغم كل ذلك استطاع تحويل التحديات والصعاب التي كانت مسيطرة على المشهد إلى فرص هيئت لتركيا السير في طريق النهضة الاقتصادية وثورة علمية وتقنية تكاد حاليا أن تضعها في مصاف أفضل عشر اقتصاديات في العالم نمو رغم جائحة كورونا ومما أدهش الكثير من المراقبين أن الاقتصاد التركي رغم ما أصاب البلاد جراء الموجة الأولى لكورونا استطاع أن يحقق نموا موجبا في العام الماضي بلغ 1.8% في حين أن معظم الاقتصاديات العالمية قد جاءت معدلاتها سالبة وتزيد الدهشة حول التعافي السريع للاقتصاد التركي إذ بلغ معدل نموه خلال الربع الأول للعام الجاري 7.2% و7.21% للربع الثاني بينما المتوقع له في نهاية العام هو 10% في حين أن المؤسسات المالية الدولية كانت تضع له معدل 9% في أحسن الحالات وهو أعلى معدل للنمو الاقتصادي منذ عام 1999 تعزيزا لهذه النتيجة انتهجت الحكومة سياسة اقتصادية توسعية عمدت معها إلى حث البنوك على تخفيض أسعار الفائدة وزيادة معدلات الإقراض البنكي لتحفيز المنتجين وصولا إلى زيادة الصادرات التي قال وزير التجارة التركي في تغريدة له إن الفضل في زيادة معدل النمو الاقتصادي يرجع نصفه إلى زيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.8% تعد الأولى منذ عام 1998 كما صرح رئيس جمعية المصدرين الأتراك أن الخطة تقضي بأن تزيد صادرات البلاد إلى 300 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة القادمة تنفيذا لهذه السياسة أقرت الحكومة في سبتمبر أيلول الماضي تخفيض سعر الفائدة من 19% ليستقر في حدود 14% في ديسمبر كانون الأول الجاري لكن الليرة التركية بدأت هبوطا سريعا مقابل العملات الأجنبية الأمر الذي لم يكن مبررا بأي منطق علمي في ظل مؤشرات الأداء الاقتصادي الموجبة خاصة في جبهة الصادرات التي وفرت للبلد رصيدا جيدا من العملات الحرة إن التفسير الذي يمكن أن يميط اللثام عن هذه المفارقة هو ازدياد نشاط المضاربين الذين يحركهم بعض أصحاب رؤوس الأموال المعارضين المرتبطين بدوائر وجهات مناوئة لتركيا والمعارضين للسياسات الاقتصادية للرئيس أردوان خاصة ما يلي توطين المشروعات الكبيرة وتشجيع أرباب الأموال والمستثمرين الأتراك والأجانب على حد سواء لوضع رؤوس أموالهم في مشروعات إنتاج السلع والخدمات ومشروعات البنى التحتية المصاحبة للمشروعات الإنتاجية أكثر من إيداع تلك الأموال في البنوك ليقترضها صغار المنتجين بفوائد مرتفعة تقلل فرص المنافسة العالمية لمنتجاتهم وتثقل كاهلهم بالديون والأهم من ذلك أن إحجام كبار المستثمرين عن ولوج البلاد من بوابة الاستثمار المباشر والاكتفاء بإيداع الأموال في البنوك ليقترضها آخرون يحرم تركيا من أن تكون مركزا ماليا واقتصاديا عالميا هي بالفعل مؤهلة لأن تحتل هذا الموقع كونها موقع استراتيجي يتوسط قرات العالم ومكانة اقتصادية مرموقة ورأس مال بشري عماده العقل والابتكار والتصميم نحو بلوغ الغايات التي تعلي شأن البلاد كما أن هذه الودائع تكون عرضة للسحب بضغط الزر فيما تعد مشروعات الاستثمار المباشر ثروة قومية مستدامة وإن كان صاحبها أجنبي لأنه سيأتي اليوم الذي تقول فيه للبلد الذي أنشئت فيه لذلك فإن الأمر سيكون أزمة عابرة تتجاوزها البلاد كما استطاعت تخطي الأزمة الاقتصادية في 2008 وما الإجراءات التي اتخذتها حكومة أردوغان من تشجيع وتحفيز لأصحاب الودائع بالليرة التركية وفرض ضرائب على الإيداعات بالعملة الأجنبية إلا نذر يسير مما يمكن أن تقوم به لمواجهة هذه الهجمة التي يمكن وصفها بأنها اقتصادية الآليات سياسية المقاصد تهدف إلى احتواء تركيا وشغلها بهمومها الداخلية التي تجاوزتها من عقود رغم التحديات الكبيرة الماثلة في طريقه وذلك من أجل تحجيم دورها على الصعيد الإقليمي والدولي فقد أصبحت تركيا تلعب دورا هاما سواء في مواجهة التحديات التي تقابلها في محيطها الإقليمي والجوار بسبب التطورات والأزمات في المنطقة والتي جعلتها تتخذ خطوات للانتشار حماية لمصالحها والتي على رأسها أمنها القومي ومقابلة التدعيات الاجتماعية والإنسانية لعدم الاستقرار في المنطقة ربما كان السعي لتحجيم دور تركيا من بعض الفاعلين الدوليين من خلال افتعال أزمات اقتصادية تقود إلى اضطرابات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة أو إرباك حسابات الانتخابات القادمة إلا أن وعي القيادة التركية وإحاطتها بكل التحديات سيمكنها من تجاوز مثل هذه السيناريوهات ومهما يكون سيظل الاقتصاد تحديا ماثلا أمام القيادة التركية ليس للمحافظة فقط على الإنجازات التي تحققت وإنما للمضي قدما في المشروعات الطموحة التي شرعت فيها من قبل والتي أدت إلى حدوث هذه الطفرة الاقتصادية خاصة في تطوير الصناعات الدفاعية والتي لم تؤدي للاكتفاء الذاتي بل عززت من الدور الخارجي لتركيا نفس الأمر ينطبق على المشروعات الأخرى في مجالات الطاقة والتقنيات الرقمية وخلافه إضافة للأثر الإيجابي المتوقع على سعر صرف الليرة خلال الفترة القادمة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا أتمنى أن أكون قد وضحت الصورة لحضراتكم وفي الختام لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته